نفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم خدوا بالكم النصوص أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبي أنا عايز كنت أخدوا بالكم من النص كويس جدا ليه؟ لأن الصحراء والعرفين في الوقت ده كانوا بيمارسوا الزنا في نفس الإسلوب بتاعهم النظام بتاعهم الطريقة بتاعتهم فهنا الرب بيقول أجعل وجهي ضد تلك النفس أقطعها من شعبي لما تيجي الناس تقول ليه القسوة دي؟ ليه القسوة يقول لا تدع الساحرة تعيش؟ ليه يقول كده؟ أنا بقول تاني هاشرح ده وأتمنى أن كل مشاهد يكون معايا كويس جدا لأن فيه شرائع كتيرة فيها القتل في العهد الأديم يعني الساحر يقتل اللي يسب الرب يقتل اللي يكسر يوم السبت إلى آخره ليه؟ لأن الرب من البداية لما اختار بني إسرائيل اختارهم ليه؟ لرسالة اختارهم عشان يكونوا الملح والنور في العالم مرتين في سفر إشعياء يقول لهم أنتم شهودي يقول الرب شهودي فين؟ لكل العالم تعلنوا عن إسمي تعلنوا عن الله الحي لما جه الرب دخل في العهد مع أبونا إبراهيم قال لأبونا إبراهيم بوضوح كده في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض وقال لسحاء يعني أنا بختار كل وقتي عشان أنتو تبو شعب أخص للرب أنا هدخل معاكم في عهد علامة العهد بيني وبينكو الختان أنتو الشعب الوحيد اللي هتحفظ يوم السبت لما نيجي الخروج الصحاح 19 يقول لهم أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجناحة النصور وجئت بكم إلي فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض كل الأرض لي لكن أنتو الخاصة الخاصة اللي تعملوا إيه؟ أنتو مملكة كهنة أنا أقول تاني مملكة كهنة دورك دور الكاهن الكاهن لا يقام إلا من أجل الناس فعشان أنتو تكونوا مملكة كهنة لازم تكونوا قدسين قالوا تكونون قدسين لأن أنا قدوس عشان تكونوا مملكة كهنة صح لازم تقيشوا وصياي لازم تسمعوا كلمتي قدوة قدوة فإداهم أمور كتيرة جدا الوصايا والشرائع اللي نزلت من السماء علشان ده يبقى شعب أخص يحمل رسالته لكل العالم ترجمة نانسي قنقر